موسيقى تعالوا نروح لحاجات لطيفة بالمناسبة في خبرين مهمين جدا جزء منهم متعلق با الكلام اللي قالوا في خامة الرئيس النهاردة على توطين الصناعات التكملية اللازمة لإنتاج الطاقة النظيفة طيب تأكيد الرئيس وتوجيه المستمر في ظل هذه الأمور المتعلقة بتوطين الصناعة ده اللي يخلينا بإذن الله سبحانه وتعالى نعدي 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 ونعدي البراميل كمان هو مهم جدا بقى أنه ناخد هذه التوجيهات مش بس الحكومة الاستثمار الخاص القطاع الخاص اللي طول الوقت بيقول يا جماعة ادلنا فرصتنا يا جماعة عاوزين نشتغل يا جماعة عاوزين نعمل استثمارات يا جماعة عاوزين نفتح مصانع اتفضل فيه إيه؟ أسهل وأربح وأضمن من الاستثمار في الطاقة النظيفة هو فيه حد بيبطل يستخدم طاقة؟ لا طاقة المستقبل هي الطاقة النظيفة يعني فيه عصر البترول لازال موجود لكن حتى الدول الكبيرة في العالم المنتجة للبترول شايفة أنه مستقبل الطاقة هو الطاقة النظيفة بألوانها وأشكالها المختلفة تطلع طاقة الشمس وطاقة الرياح وطاقة كهرومائية وطاقة هيدروجين أخضر إلخ 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 فإلا هيستثمر في هذه الصناعة بمجتملاتها وتكميلاتها تبقى لمصطلح الرئيس كسبان كسبان هنا بيبان بقى إذا كان أنا عندي بجد رجال صناعة ولا رجال أموال يعني بجد ناس عايزة تبني مصانع ولا ناس عايزة تشتغل صمسرة وعملات وشوية تجارة بينية وميت فل واربعتاشر وكل ما يحصل حاجة لا نرفع الأسعار لا نخبي بضاعف المخازن اتجودة إحنا عندنا رجال صناعة بجد أقولك شوية مش عايزة عد شوية بس كتير لا خدوا توجيهات الرئيس وتشجيعه وخدوا خطوات الحكومة اللي بتمشي في هذا الاتجاه وابنوا عليها إنت فعلا عاوز تكسب وفعلا عاوز تكسب البلد ما هلازم يمشوا لتين مع بعض هتكسب لوحدك عيب يعني أو عار يعني حقيقي عار عليك لازم تكسب البلد تكسب البلد أنا مش بقولك اديلي حاجة أنا بقول لسيادتك لو سمحت ابني المصنع علشان خاطر يبقى في عندي فرص عمل عشان خاطر سيادتك لما هتشتغل و هتكسب و هتنبسط أنا بفترض أن أنت رجل أعمال و مستثمر و صناعي محترم هتسد الضريبك بما يرضي لأنا كده 100 فل و 14 حضرتك هتساعدني في تصدير الطاقة دي إلى خارج البلاد يبقى أنت بتساعدني في أن أنا أحقق أرصيدة كبيرة من العملات الصعبة أبوسك من هنا و من هنا وحط لك نجمة على قرطك كمان طيب تعالى بقى نشوف الدولة شغلة في أنهي اتجاه علشان خاطر أضمن طول للوقت إنه الناس اللي بجد عايزة تشتغل تعرف تشتغل البنك المركزي رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية والمتعلقة بسوق الصرف بتتمثل فيه و ده كلام البنك المركزي زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية و حط تحت دي تسعين مليون خط أو حصيل التحويلات المصريين بالخارج و كمان من قطاع السياح و تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة تانية طيب من يوم الأربع اللي فات أصبح فيه عندنا مبالغ تبقى للبنك المركزي تخطط تسعمية خمسة وعشرين مليون دولار يعني خمسة وسبعين مليون كمان و نبقى قفلنا بإذن الله مليار ده معنى إيه؟ يعني أنا في عندي دخول جوه القطاع المصرفي تسعمية خمسة وعشرين مليون دولار من الأربع اللي فات لحد يوم الاثنين اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ حيلو جزء منها محلي؟ يعني فيه دولارات كانت مع الناس و ده خدت البنوك تكشف المؤشرات اللي رصدها البنك المركزي المصري عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الانتربانك خلال الأيام الماضية سجلت مبالغ التداول زيادة جوزة عشرين ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا طيب البنك المركزي بيأكد أن القطاع المصرفي خد بالك بقى الأمور ماشي ازاي يعني سياسات البنك المركزي نجحت بقدر أنه من الأربع للاتنين دخلت تسعمية خمسة وعشرين مليون دولار طيب بس كده؟ لا ييجي هنا بقى البنك المركزي يقولك إيه؟ وكمان القطاع المصرفي قام بتغطية أكتر من اتنين مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال التلات أيام اللي فاتت تلات أيام عمل أربع خميس حد ده بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية معنى إيه الكلام ده يا يوسف؟ معناه إنه هناك قدرة حقيقية واضحة وتراكمية للقطاع المصرفي في تغطية طلبات تكبير العملة المعلقة للمستوردين وفي أقرب وقت بيشير البنك المركزي في بيانه إلى إنه البنوك بتقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية في سوق الصرف هشرح لك يعني إيه مش تقات مالية وده بهدف يا جماعة تقديم خدمة مالية متكاملة بتتيح لعملاء البنوك التحول ضد مخاطر تزبزبات أسعار الصرف طيب تعالي بقى نشوف آه عم إخبار الاحتياطي إيه؟ الواحد بنك المركزي يرد ويقول حجم الاحتياطي النقد الأجنبي شهد ارتفاع بقيمة 470 مليون دولار خلال ديسمبر فيصل إلى أظن بيصل إلى حوالي تقريباً 40 مليار مقابل مقابل 33.53 مليار دولار آه فيه 400 مليار فرق ما بين ديسمبر ونوفمبر احنا خدنا 452 مليون المهم احنا كنا في نوفمبر 33 وكام عليش هتولي رقم تاني جماعة عشان ما ننساش بس 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر استمر الاحتياطي النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي فيحقق زيادة تتجاوز 860 مليار آه مليون يا رب مليار مليون دولار خلال آخر أربع أشهر مصر وصلت لكده يعني زودت الاحتياطي بتاعها من العملات الصعبة وفي نفس الوقت سددت 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالماديونية الخارجية للدولة بواقع 1.5 مليار كان في شهر نوفمبر ومليار اتدفع في ديسمبر تحط ما بين قصين أنه كمان حضرتك بتوفر كبانك بقى أو قطاع مصرفي بتوفر العملة الصعبة اللازمة للاستيراد يبقى لما نقول الوضع صعب صعب مفيش خلاف جدا جدا على العالم وعلينا بطلوا تقولوا أنه على العالم وعلينا طيب أنا هضرب لك مثل بسيط عشان بس تبقى عارف الوضع الصعب في العالم إلى أي مدى ودور ورايا أنا عايزك تجيب لي سعر إزازة زيت في ألمانيا إمتى؟ في يناير 2022 يناير سعرها ستين سنت يوروهاوي مش سنت طبعا دولاري ألمانيا النهار ده سعر إزازة الزيت في ألمانيا كام؟ هدي لك الإجابة ودور ورايا ورايا ثلاثة يورو يعني زادت خمس أضعاف هل ده معنى أن الاقتصاد الألماني ضعيف وهش وينار وألمانيا تفلس؟ ولا إنه في وضع اقتصادي عالمي شديد الوطأ أنت جاوبني حقيقة أنا بكلمك من قلبي وأنا محموق جاوبني بس هو الكل في أزمة فلما سعر الزيت وأنا أصدت أقول لك الزيت باعتباره السلعة اللي أنا استغنى عنها أنا ولا سيادتك ولا المواطن الألماني تزيد خمس أضعاف في سنة مش هقول لك يا زادت قد إيه عندي بس أنا ما زادتش عندي خمس أضعاف يعني أنت أشتر من ألمانيا؟ لا أنا مش أشتر من ألمانيا بس يمكن كنت أعمل حسابي في شوية حاجات طيب تعال نشوف تاني لاحتياطي النقدي الأجنبي في نهاية ديسمبر كان شكله إيه؟ يا ترى هو كان أليل كان عالي كان متوسط لا هو كان أعلى مستوى لي من مايو 2022 مفترض يا مولانا أنه في بداية الأزمة اللي هي كانت في 24 فبراير 2022 تبقى الأزمة بتاعتي أخف من دلوقت وبالتالي مفترض أن أنا أبقى في مايو الأزمة بتاعتي أخف من يناير 23 الأزمة مستمرة ومتفقمة تبعات الأزمة الاقتصادية متفقمة صح؟ ولا أنا أقول كلام غريب ده مش كلام اقتصاد ده كلام منطق أزمة كلما ازدادت في مدتها زادت حدتها وزادت وطأتها صح؟ منطق وبالرغم من كده معدل الزيادة بتاعت الاحتياطي أحسن من 122 طيب أغطي قد إيه؟ أغطي حوالي خمس تشهر واربعة من عشر خمس تشهر واسبوعين من الوردات الخارجية لمصر ده في حال أن أنت بتستورد بس ما بتنتجش ما بتزودش الاحتياطي ودي حالة فيها استحالة بإيه؟ بمزاجي؟ لا بالأرقام طيب والاحتياطي بيزيده طيب طيب ارجع هنا لرأي البنك المركزي رأي البنك المركزي إن ده بيتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعيار الدولي مش معيارنا مش معيار جمعة الدول العربية ده المعيار الدولي إيه هي المشتقات المالية؟ المشتقات المالية هي مجرد أدوات علشان أحوطك من الآخر أأمنك ضد مخاطر أسعار الصرف يعني بالبلد الفصيح جدا الناس اللي عايشة في بلدنا في الأرياف عارفين إن في حاجة اسمها عقد آجل أو البيع مقدم يا سيدي سيبقى حتى العقد الآجل يعني إيه أجي أقول له والله مثلا أنا عندي جنينة موالح برطواني وإستفاندي فبجيب التاجر اللي هيشتري مني أقول له والله أنا هبيعلك المسم ده والمسم اللي بعده مثلا الفدان بعشرة جنيه أي كلام يعني الفدان بعشرة جنيه وفدان المسم اللي بعده هيبقى بـ 12 فييجي التاجر يحط لي الفلوس وكده إحنا تمام حط لي فدان بتاع السنة دي بعشرة بتاع السنة الجاية بـ 12 وأنا كده تمام معايا فلوسي طيب افترضنا إنه سعر البرطوان زاج الفدان فيه بقى بـ 15 ماليش فيه لحق التاجر ده هنا أنا خدت الـ 12 بتوعي طيب افترضنا بقى إن سعر الفدان بقى بـ 10 مش بتاسعة برضو عملين أنا مخصاتش لأن أنا ملتزم بهذا العقد طيب أدوات المشتقات المالية دي تقريبا حوالي 6 أدوات طيب بتشتغل في إيه؟ أكد مش بتشتغل في البرطوان بتشتغل بقى مثلا في البترول تشتغل في الدهب تشتغل في أسهم مضمونة هضرب لك مثل حضرتك مثلا تيجي تقول والله أنا في صفقة شراء على أسهم شركة التسعة فشركة التسعة دي السهم بتاعها مثلا بـ 80 دولار فحضرتك مش بتاخد السهم أنت بتستثمر في هذه الأداة عن طريق المؤسسة المالية في هذه الحال هتبقى البنوك تمام؟ طيب فتتعامل مع كائنات قانونية كبيرة معتبرة مضمونة فحضرتك لما هتيجي تشتري سهم التسعة أبو 80 افترضنا إنه السهم وقع هتاخد التمانين السهم زاد هتاخد التمانين فأنا هنا حوضتك ضد إيه؟ فوارق أسعار الصرف حصل انهيارات في أسعار الصرف أنت في الأمان طيب افرد يا عم يوسف السهم كده سعره نزل سيبك بقى منه هو زاده ولا ما زادش خلاص سيبك من الزياد مليش دع طيب افرد نزل ما أنت هتاخد التمانين تقول لي بس سنة التمانين دول مثلا كان سعرهم مثلا 800 جنيه فلما سعر الدولار نزل ما بقاش بـ 80 جنيه فبقى 800 جنيه فبقوا 700 وقال لك عمليا ده معناه أنه سعر الصرف ما بين عملتك المحلية والعملة الأجنبية ذهب إلى التزان وده معناه أنه معدل التضخم في بلدك بيقل وبالتالي ده معناه أنه سلة السلع والخدمات اللي في بلدك أسعارها بتقل وبالتالي أنت مش خسرها عشان كده اسمها كده اسمها أدوات التحوط ضد مخاطر سعر الصرف دي حاجة كده بسيطة 1-1 لا دي مش 1-1 دي أعلى شوي فاصل ونكمل الكلام ساق عليك النبي يا شيخ خليك بس واثق خليك واثق بس سيب على الله وخليك واثق طيب تعالى نروح لحاجة مهمة جدا إحنا في إبريل اللي فات فخامة الرئيس دعا للحوار الوطني زي ما دعا لتشكيل لجنة العفو والدعوة دي أو الدعوتين دول جمب فيه آخر أسبوع من شهر رمضان المبارك وكنا في نهاية شهر إبريل لو أنا فاكر 25 أو 26 إبريل 2022 وبالفعل تم تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني وبدأوا يشتغلوا بمنتهى النشاط وبمنتهى الجدية واجتماعات كتير وطويلة وصعبة ومضنية حتى يخرج الحوار الوطني للنور ومهم عندي جدا آخر جملة الحوار الوطني للنور أنا أعتقد أنه قاب قوسين أو أدنى وتبدأ بقى الجلسات وساعتها هنقدر نشوف ونسمع ونتابع ونتباحث ونتناقش وهيبقى فيها إثراء للعمل السياسي في جمهورية مصر العربية خلوني أخذ معانا على التليفون دكتور طلعة عبدالقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أهلا 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 دكتور أهلا أهلا دكتور إزا حضرتك يا فندم إزا حضرتك يا فندم كله تمام الحمد لله يا فندم أسعداء دايما نحن نسمع صوت حضرتك وتنورنا كمان في الستوديو إذا أنك شرف كبير لي يا فندم شرف لي يا فندم آخر المستجدات يا فندم إحنا منتظرين بدء الجلسات على أحر من الجمر زي ما بيتقال لا إن شاء الله خلاص يا قابة خوصينا وأدنى خلاص الحمد لله نحن انتهينا من كل المراحل الإجرائية والمتنظمية والإعداد والعلم معاليد داي طبعا هذه المرحلة واحدة في الأمنية لتنبت دايات بعض الناس يقولون انت اتأخرتوا بعض الوقت لا هم مش تأخير ولا حاجة المسألة مش سهلة انت كنت النهاردة انت عامل حوار وطني على مستوى جمهورية بحالها وفتح لكل القوة السياسية والمؤسسات والمجالس والمواطنين كل المواطنين المصريين فانت بدأت النهاردة كأمانة تستعبل ستة وتسعين ألف مخترح من كافة أجاف المجتمع المصري وعليك أنك تعمل تحليل للستة وتسعين ألف المخترح وتقسمهم طبعا تم التأسيمة اللي تعرف عليها وهي المحور السياسي والمحور المجتمعي والمحور الإقصالي وكل محور من المحاور دي يدخل فيها عدد من القضايا غاية الأهمية يعني المحور السياسي يمكن كل الموضعات السياسية التي تجعل بالسياسيين والأحزاب والقوة السياسية محطوطة على أجندة المحور السياسي في مقدمتها قانون مباشرة الحوال السياسية السراطيجية العطانية الحكومة الإنسان قانون مجلسين النواب والشيوخ محليات كل دي أكتل الأحزاب السياسية ما لأها وما عليها كل موضوع من الموضوعات ده يعني موضوع كبير وملأ في كبير حيحتاج جلسة وجلسات ومجان مختلفة يعني أما نتكلم عن المحور المجتمع المجتمع يلي قل أهمية عن المحور السياسي وتناول عدد من القضايا غاية في الأهمية من الصحة كقاطرة البيئة البشرية تعديل كقاطرة السامية للتنمية البشرية نتكلم عن الشباب نتكلم أيضا عن القضايا السكانية عن أسرة وتناسك المجتمع برضو عن الهوية والثقافة المصرية وفي برضو في المحور السياسي في موضوع غاية في الأهمية وهو التنظيم العامة الأهلي والنقادات المحور الثالث وهو طبعا يقد يكون هو في مقدمة الموضوعات خاصة في هذه الفترة اللي العالم كله يمور بيها ومصر جزء من العالم وهي التدخم والغلاء الموازنة العامة للدولة والدين العام والعجل الموازنة العامة للدولة والدين العام للصناع للزراع للسياحة للإستثمار المحل والداخل والخارجية الملكية الدولة العدالة للإستماعية كل هذه المسائل موضوعاتها بيتكلف في 19 موضوع رئيسي يندرك تحكيم عدد ليس بالقليل من الموضوعات الفرعية مثلنا أقول الصحة في محور راية تذهبية وموضوعات مهمة زي التأمين الصحي الشامل المنظومة الصحية القوة البشرية زالة اللي احنا بنعاني منها وهجلة الأطباء وتركهم للبلاد والسفر إلى بعض الآجل أخرى برضو بنتكلم عن السياحة العلاجية نتكلم عن سماعة الدواء ما لها وما عليها طبعا يجبنا تصوق ونهجب ريالة في المصر تاني يعني كل موضوع من موضوعات 19 يعني بيندرك تحكيم موضوعات كثيرة جينا بقى دخلنا في ورحلة تانية بعد ما حددنا الموضوعات بدأنا دخل في الموضوع اللي هو يمكن أصعب شوية هو من سيحدث جلسيات الحوار طبعا تم استقبال الأحزاب السياسية تم قرستها من أهل القوة السياسية المجالس القومية المواطنين حتى العاديين كل من تقدم بمفترح أو بمشروع قانون جيد حيدعى إلى جلسة الحوار أيضا حيبقى مجلسة المناء الحوار بيحضر الخبراء المتخصصين كباب يعني أطياف المجتمع المصري طيب المعارضة هذه الأعداد الكبيرة هي تبدأ تقسمها طب الجلسات تبدأ عاملة إزاي إذا أنا نفكر نشغل محور سياسي نشكلة مثلا يوم السبت مثلا وفي اليوم تلت جلسات تلت جلسات كل جلسة تلت ساعات بل نشغل في اليوم تسع ساعات ومن حق المقرر أو المقرر والمقرر الساد اليوم لو حب يوم إضافي يأخذ السبت يأخذ حد يوم الحد ثاني فيكمل اليوم الاثنين مثلا نحوظ مجتمع بأربع تسع ساعات حب يكمل يأخذ ثلاث المحوظ صاري يشتغل الأربع حب يكمل يأخذ خنيس فإنت بقى دات إنت بقى تبدأ تتباسم الجميع الموضوع ليس محلمة ليس سجال وليس ملاقشة من حكومة وبين معارضة وبين كده لا إطلاقة يعني مش كده خالص نحن عايزين نقرأ بمنتج ويمكن الحوار الوطني الهدف منه والهدف الأسمع منه نقرأ بحزبة من المشروعات القوانين يتم إسألها لفقامة الرئيس عبدالله السيس عيس الجمهورية أو مجموعة قرارات محسن الأوضاع على مستوى الدولة المصرية موضوع موضوع ولكن أنا بطمّن حضرتك وطمّن كل مشايدينك الأعزاء أن الحوار الوطني سنطلب خلال أيام قليلة إن شاء الله وإن شاء الله يبقى بجأة الحوار خلاص إن شاء الله ستمشي الدنيا وإن شاء الله نحن متفاقلين إن جميع نحن جل حوالي 15 ألف مشروع قانون من قد أمريك المؤسسات والعيئات على مستوى الوطن فيه زحم شديد جدا أمانة فنية حيث يجعل ليلة نهار بصعيد بيقرر شوال المناصف العام المناصف كلها يعني حيث عمل نقوم بحيث نقوم بحيث صعيدها عشرة صباحا يمكن صباحا بلاقود حد 7 و 3 طبعا المناقشات حامية ومناقشات يعني مصطفيدة ونحاول نصل إلى الشكل فعلا اللي يقض الحوار يبقى أول مرة يحدث تاريخ مصر حوار وطني لكيف تحوار وطن لم يحدث مصر قبل تلكيبة لم يحدث أي تاريخ أنه يبقى فيه حوار وطني وهو طبعا أنا دايما بقول فقامت الرئيسة تحقيقين أما دعم الحوار ودعم الخلافة المتنين ليش أكثر ولكن الهدف منها هدف كبير جدا الرئيس لو كان مثلا عايز مجموعة قوانين أو تشاعة كان عادي بطوى عندنا مستوى عايز يسمع الناس وعشين كده احنا يمكن يمتعنى بالحوار الوطني أنا شخصيا نزلت مختال مجموعة كبيرة ونزلنا على مستوى المحافظات 11.5 محافظة عادنا مع العطباء عادنا مع المعلمين عادنا مع العمال مع الفلاحين مع الشباب في الجماعات المصرية يعني عايزين نحنا عايزين نسمع الرأي مكتب الناس عايزة إيه عايزة إيم الحوار الفلاحين عايزين يوم الحوار الأمال عزينين حوات الشباب الطباء المتعلمين وهكذا يعني وطبعا الحمد لله يعني دقينا فعلا أفكار جيدة جدا وفي تفاعل غير مسبوك مع مسألة الحوار وإن شاء الله يعني يكون الأيام القليلة قادمة تشهد الانتراك بإذن الله طيب دكتور طلعت حضرتك كعضو مجلس أمناء الحوار الوطني لك أكثر من قبعة لو صح التعبير يعني قبعة البرلمان قبعة رئيس اتحاد الجماعيات والمؤسسات الأهلية عضو لجنة التضامن أيضا في البرلمان وهنا ده هيخليني أبقى واثق ومتأكد من أن دكتور طلعت عبدالقوي رجل مطلع على أحوال المواطنين سواء إذا كان بصفته البرلمانية أو بصفته في العمل الأهلي والتنموي عارف الناس حتى قواعد القواعد بتفكر وبتتكلم ومهمومة في إيه طول الوقت فلما هنيجي نتكلم على الدعوات اللي هتوجه للمتناقشين والمتحورين أظن ده هيبقى عدد لا بأس بي يعني وأنا بتكلم مع السيد عمد الدين حسين من كام يوم قال لي ممكن يوصل عدد الدعوات إلى 3000 دعوة فهنا هيبقى سؤالي المعيار اللي أنا هوجه به 3000 دعوة أو حتى الالف دعوة يعني هو المعيار يعني أولاً احنا طبعاً دم نقول الحوار بالقوة السياسية طبعاً المجلس ومهاء الحوار والأمالات الأنمية لم تدفل الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية تكون مشاركة مشاركة فاعلة مثلاً هدي حالات بعض الأمثال أنا مثلاً ما أتكلم عن التعاونيات هندي المجل هنبعد نبعد الاتحاد العامي التعاونيات هو بيطم خمس اتحادات تعاونيات التحاد خاص بالزراعة بالسروة المائية بالإسكان بالاستهلات يعني حنجع لي عليجي ندعي مثلاً خاص بالنقابات كل السادة نقابات المهنية يبقوا مدوين حوالي المحلقات المهنية أولاً أمالية ده مجموعة مجموعة تانية مثلاً مجموعة من من مقدمي المقترحات دول لهم كل التهديل وكل احتراط ده مواطن مصري أو جهة أو هيئة تخدم بمقتراح يفترح مشروع خانون معين برضو أصحاب الموضعات يعني أنا معارضة مثلاً بقول المناقش القديم في الزراعة لن أستطيع أن أخفر الممسلين عن الفلاحين ممسلين عن الخبراء في مجال الزراعة فيه مسألة غاية أهمية لأن احنا يعني عايزين من المهاردة نقل بمنتج مش حالة من المهاردة مثلاً المجموعة مثلاً المكالة بها الصح يبقى أنا ده من المهاردة مجموعة القوى البشرية للصلاة لمقديم الخدمة الصحية وهي كده يبقى احنا بالذك دي مرة واحد على اللي هم أصحاب المصلحة دي مرة اثنين الخبراء والمتخصيصين باتاً ما يقدم أوراق عمل الكوى السياسية بالترشح أعضاء مجلس الأميناء الحوار الوطني وهنا حطينا برضو من القياس أو معياء إن اللجنة حطينا ما فيه منتج جيد لا يزيد عدد أعضاء اللجنة من تأثير لاردعين عود نحن طبعاً نحن نعمل أفقام كبيرة عشان يطلع منتج جيد ومع ذلك ما فيه السأف التساد فيه مسلاً موضوعات معالمة كنت تاخد جلسة اثنين ثلاثة أربعة خمسة يجي موضوعات تنية حول عشر وهكذا طبعاً فيه موضوعات لها فيها لها وضع خاص بالوقت وهو الموضوعات الخاصة به الدكتور طلعت معاك معاك يا فندم بس لو حضرك بتتحرك من مكانك أو سايق غالباً الشبكة كده بدأ التقطع فضل أنا معاك يا فندم متفضل يا فندم يعني الجل ما عليك أعرض إحنا عارسيني كل الخمس على أن كل أطياف المجتمع في مساء وترسيل عادل وترسيل جيد حتى بلا من التوازنات يعني مثلاً الحاجة السياسية لا في توازنات يعني أنا مش عايز أحزب العين لسيطر لا أنا عايز كل الأعجاب أو أطل كل كل من له رأي وكل من له فكر وكل من له ورقة تتقدم بيها هديه حارسين على الموجودة أن أعضاً ما بنتكلم على مثلاً حاجة خاصة به الصناعة مش عارسة كيلياً أنا أخبر رجال الصناعة والشركات الصناعية العمال يعني عايز أقول له إحنا حارسين وهذه يأخر الموضوع شوية نحنا حارسين في كل الحبس إننا يكون هناك تمثيل جيد وكل أحيات المجتمع عاكين نخرج بمنتج وبعدين هابلين تبينك شون فراق يعني مثلاً حاجة خداك ستنسال مصير جداً مثلاً موضوع الزراعة يعني أنا أزعم إن إحنا نعرض عندي مادة في الدستوري مادة 29 من الدستور حسن طلبات الفلاحية وده حق الدستوري إنه يقول لي حداك الفلاحين دولت لهم إيه في مادة 30 من الدستور فأتجر الدولة بجوفير مستلزبات الإنتاج الزراعي بأصعاب مناسبة للفلاح لبدا إحنا هايزين نحول الدستوري إلى بشرية تنتزل الدولة باستلام المحاصيل الرئيسية بأصعار وفي التفاخ مع الجماعات الزراعية ومع الفلاحيين هم مش عايزين كده غير كده النهاردة تنتزل الدستة بحنات أراضي الزراعية ومنتج دي مسائل دي مسهل المعمرية في موضوعات هتحسن هتحسن بشكل محترم جداً وحتبقى مليحة جداً في ملفات النهاردة إحنا سلاجت حيث فيه إخراجات النهاردة خانون باشي سياسية هل هو ده احسن نظام الأمسل الأحزام السياسية قال ان أحزان إيه 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 إحوالها يعني أحتيه عاجة بيه حوكمة جديدة هل عايزين مسلاً عاليات جديدة بالإشارها وهكذا يعني فأنا بطمن حضرها هايبقى فيه يعني المخرجات جيدة وأنا متفاقين له معده بغون الله أنا أشكرك جدا 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 يا دكتور كل شكر حتىك سيادة النائب الدكتور طلعت عبدالقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب المصري خلوني بقى إيه أروح لحاجة بالحاجة اللي أنا والله العظيم الحلقة دي النهاردة حبيبها إرفتها حلوة كده طيب ماما نونة الفنانة الكبيرة الأم الرائعة اللي هو أنت تلتمس حنانها حتى تلمسه وتستشعره جدا وانت شايفها قدامك على الشاشة الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها فنانة الكبيرة كريمة مختار النهاردة عيد ميلادها تسعة وتمانين فرحة من الفرحات ماما نونة الأم جدة سبحانه الله العظيم الله يرحمه يا رب النهاردة جوجل يحتفي بماما نونة بيحتفي بعيد ميلادها فين الصورة بتاعت جوجل حطوهنها على الشاشة الكبيرة عشان أفرح فرحوني شوف بقى ده الاحتفال اللطيف بتاع جوجل وبص الصورة بقى اللي جوه التلفزيون جايبين ماما نونة وهي حواليها الأطفال وشايلة بيبي وحاجات ظريفة زي كده ده فيلم الحفيد والله ممكن يكون فيلم الحفيد لا لا مش فيلم الحفيد ده لا لا أنا شايف فيه كورسي هناك اهو لا ده فيلم ده فيه كورسي مش فيلم الحفيد لا يا جماعة مصوا أصله أصلا هو ماما نونة هي تاريخ طويل هي مش بس فيلم الحفيد ولا يا رب ولد ولا حمد عزه يتربف عزه ولا كل الكلام ده ماما نونة دي تاريخ تاريخ طويل وجزء من تكوينك وجزء من إحساسك بالأمومة وبالحنية بقيمة الأمومة وبالحنية وبالطيبة وبالتلقائية كل حاجة فيها حلو وبعدين طبعا جدير بالذكر زوجة الرحلة العظيم الأستاذ نور الدمرداش والدة الزميل والصديق والأستاذ والأخ الأكبر أستاذ معتز الدمرداش وطبعا الأستاذ شريف الدمرداش اللي منورنا على التليفون إزاي حضرتك يا فندم الله يخليك الحمد لله تمام كويس إزاي الحال كله تمام متشكر قوي على الصدافة حلوة دي لا 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 والله خالص متشكر إيه ده إحنا اللي متشكرين جدا قوي خالص على كل اللي عملته لنا ماما نونا من ساعة ما تولدنا ويمكن قبل ما نتولد ويمكن كمان من ساعة ما احنا تولدنا ده أكيد من ساعة ما حضراتك وتولدته يعني في حالات تبدو غريبة بس ما قدرش أقول غير أنه كل سنة وإنتوا طيبين بعيد ملادها يا رب كنت بصحة السلامة يا سيد ربنا أخليك كنت متوقعين من جوجل يعمل لنا المفاجأة دي بشكل عام ولا لا لا الحقيقة هي حاجة جميلة جدا جدا وده معناه أن شعب المصري دون محل نظر جميع دول العالم والهيئات العالمية الكبيرة وده شيء فخر مصر أن هم فاكرين مصر دايما بجميع أعلمها وعناصرها الكبيرة ده مش بس فاكرين مصر ده فاكرين صناع السينما في مصر لأنه في النهاية هو صحيح نقدر نعتبره جزء من احتفاء بالصناعة السينما وبالفن المصري بس هو مخصص بالأساس للفنانة كريمة مختار وده في حد ذاته رائع أن هم لمسين مدى تأثيرها على الأسرة المصرية آه الحمد لله ربنا أخليك فنان عايز أقول حاجة تانية برضو الادارة المصرية لها فضل كبير جدا في كده في الفترة الأخيرة للدعاية والاحتفاليات العالمية اللي اتعاملت على مستوى العالم بجميع أشكالها فمش بقول كده كنفاق أو حاجة ده حقيقة فعلا وواقعة وعلى فكرة هي كانت الله يرحمها كانت بتاع الشبق الإدارة المصرية الحالية اللي موجودة الله يرحمها يا رب الله يرحمها يا رب وأنا عايز أولا أشكرك على أبولك المكالمة وإنك فرحتنا بسماع صوتك والنبي تسلمني على الأستاذ معتز قولي يوسف تسلم عليك وبيقولك يسأل عليك حبيبه طبعا وحبيبنا كلنا يا أستاذ يوسف يا رب يخليك يا رب يا أستاذ شريف ونورتنا وأسعدنا جدا سماع صوتك وحقيقي الواحد يعني يسعد بهذه الأسرة الرائعة عائلة الدمرداش زي ما يتقال ربنا يخليك أنت كمان علم يا أستاذ يوسف كبير برس العفو 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 ربنا يخليك أخوكم الصغير ربنا يخليك يا أستاذ شريف كل الشكر لحضرتك وطبعا كل الشكر لهذه السيدة الرائعة شديدة الجمال شديدة الجمال طبت الدنيا يا ناس لأ العايزك تشوف حقيب جد ركز جدا بما أنه زمالي الأعزاء كانوا بيتكلموا على فيلم الحفيد وأنا اتكلمت على رب ولد ركز على خف الدم الفنانة الكبيرة يا كريمة مختار وخف الدم من غير إفه يعني مثلا تسأل سؤال أو تقول جملة أنا مش فكرة كافة رب ولد كان بتقول إيه مش عارف أنا نفسي في الكبور يا باين ولا إيه هي قالتها بطريقة عفوية هادية جدا بس أنت ما تقدرش ما تتحكش معينه جملة عادية يعني أنا أتكلمت نفسي في الكبور يا هيحصل حاجة ولا حاجة هنا ده زكاء وموهبة الفنان أو في يا رب ولد وهي قاعدة عمالي بتتكلم مع الله رحمه يا رب بابا عبده أستاذ عبدالبان عمد بولي وهم عمانين بتتكلموا على العزومة فتقولوا واثنين كيلو بفتيك وهنجيب بطة كده نحطها في وسط الترابيز طبعا عمان عمد بولي لازم بفتيك ما العزومة مش هتنفع من غير بفتيك أنت واخد بلك من المطش رايح جاي طب عبدالبان عمد بولي مع الحفظة طبعا التأدير والألقاب بمدرسته المتبوليزم هو بيدي أداء صوتي وحركة هتضحك ووشه ماما نونا ما عملتش أي حاجة هي كل القصة إنها إيه ست مصريعة دي جدا سرحت كده وقيت له إيه آه ونجيب بقى كمان دا كربط نحطه في وسط الترابيزة هي ما عملتش حاجة هو أنت لازم تضحك الله يرحمه يا رب إحنا هنطلع فاصل صح فاصل صريح واضح ونرجع نكمل الكلام الله يما كنت قاعدة عمل أقرأ فروق الأسعار ما بين الأوروبا في منتجات وسلعة وحاجات زي كده ماشي طيب العلم فعلا ملوش حدود وجيد إن العلم ملوش حدود وخلي بالك إن الناس اللي بتمتهن العلم لو صح التعبير أو الباحثين والعلماء هم نفسهم طول الوقت مش بس مؤمنين بإنه العلم لا حد له لكن كل النظريات ده في رأي أي عالم أي نظرية قابلة دائما للخطأ والتحديث والتصويب فشوف العلماء اللي اشتغلوا قد كده على علاجات لا المرض السكر وإزاي نقدر نساعده ده مش عارف إنسولين إيه والتطوير إيه والكابسولة اللي تحت الجلد حاجات كتير جدا بدأ العلماء يشتغلوا على ما يطلق عليه حاجة اسمها البنكرياس الصناعي وفي آلاف من البريطانيين أنا بقولك الكلام ده بس عشان نبقى شايفين العالم بيجري الفين آلاف من البريطانيين بيستعدوا لتجربة البنكرياس الصناعي هنا لازم يتحط سؤال هل بكده هتنتهي معاناة مرض السكر يعني بمنطه البساطة والبنكرياس الصناعي ده يصلح لأي حد طب لأي عمر طب إزاي إلى آخر وخلونا هنا نفهم أكتر فعلا من الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة والمناعة بجمعة عين شمس أهلا أهلا يا دكتور أهلا أهلا يا أستاذي إزاي الصحة فاندم كله تمام؟ كله تمام الحمد لله إزاي حكاية البنكرياس الصناعي دي عايزين نفهم فاندم دلوقتي لازم نكون عارفين أنه مريض السكر وخاططت من النوع الأول وعنده نقف في إفراز الإنسولين من البنكرياس يعني الخلايا اللي المفروضة أنها مسؤولة عن إفراز الإنسولين بيحصل فيها نوع من الدمور وبتقل جدا لدرجة أنه إفرازها للإنسولين بيقل جدا وبالتالي كان العلاج هو علاج استبدالي إن أنا أدي للمريض الإنسولين لما يحتاج أو حسب الوجبات وحسب المجهود اللي هو بيعمله طبعا كان الوسيلة دي بتحتاج إن إحنا ندي للمريض أكتر من مرة الإنسولين عن طريق الحوار وده الحقيقة كان بيكون يعني مشكلة للمرضى وبرغم من إنه الإنسولين فعلا علاج مهم للمرضى دول إلا إنه وسيل التعاطي الدواء عن طريق الحوار كان بتكون مشكلة وخاصة في الأطفال اللي بيعانوا من السكر من النوع الأول بالوقت الحقيقة التكنولوجيا زي ما حضرتك قلت في المقدمة إن التكنولوجيا بتستخدمها الطب بسرعة جدا علشان فعلا الناس تقدر تستفيد منهم وأصبح دلوقتي في وسائل علاجية بيتم تجربتها علشان نقدر إن إحنا نخفف على المرضى من المشاكل اللي ممكن تحصل عن طريق استخدامهم للدواء أو تأثيرهم ساعات في استخدام الدواء لما يكون مثلا مش متواجد أو هو بعيد عن مكانه أو حاجات زي كده التكنولوجيا الحديثة الحقيقة بتفكر بطرق كتير إزاي تتعامل مع هؤلاء المرضى منها مثلا اللي حضرتك أعلمت عنه دلوقتي اللي هو البنكرياس الصناعي البنكرياس الصناعي الحقيقة هو وجهة نظر مفروض فيها إنه بيتم نستخدام ثلاث أجهزة علشان نقدر إن إحنا ندي للطفل أو الشخص المصاب بالسكر من النوع الأول الإنسولين بتاعه حسن احتياجاته فالنظام الأول هو بيعمل نوع من قياس السكر على مدار لـ 24 ساعة طول الوقت وبالتالي بيبقى معروف نسبة السكر عند هذا الشخص طول الوقت قبدي النظام الثاني بيبقى فيه زي كمبيوتر صغير بيقدر إنه هو يحسب كميات الإنسولين اللي بيحتاجها هذا الشخص على حسب نسبة السكر اللي موجود عنده وطبعا لازم هذا الشخص بيدي بعض المعلومات للجهاز علشان يقدر يعرف كميات الإنسولين بالشكل ده بيقوله على الوجبات اللي هو ناوية تتناولها وبالتالي بتحدد كمية الإنسولين اللي المفروض ياخده النظام الثالث هو إنه بيكون فيه مضخص غيره فعلا بتقدر إنها تدخل الإنسولين حسب الاحتياج يعني كل ما بيبقاس السكر ونلاقيه داد عن الحد المقمول يبدأ يدخل الإنسولين معروف إنه احتياجنا للإنسولين هو احتياج طول الوقت فالجسم الطبيعي المفروض أنه هو بيفرض إنسولين بشكل مستمر طول الوقت بس الكميات صغيرة لكن كمان يرجع تاني ويفرض الإنسولين بكميات تتناسب مع حجم الوجبات اللي هو بياخده بانجرياس الصناعي الحقيقة ما بيخلهوش يفكر لأنه هو طول الوقت بيبقى فيه قياس لمسبة السكر في الدم وبالتالي بيتم دخل الإنسولين عن طريق هذه المضاخات بشكل مستمر مع أي زيادة في نسبة السكر كده بيعفي المريض من زيادات غير مبررة لنسبة السكر في الدم أو حتى نزول نسبة السكر لو كانت جرعات غير مطلوبة إذا كان الإنسولين بيتاخد عن طريق الحان بشكل زايد شوي طيب ده يا فندم حاجة بتتزرع داخليا في الجسم ولا ليها طريقة أخرى يعني على شكل أنا بسأل ده ليه هل ده مناسب لكل الأعمار كبيرة متوسطة صغيرة؟ هو ده الحقيقة بيتم التعامل فيه مع المرضى السكر من النوع الأول السكر من النوع الأول هو اللي بيصيب عادة صغار السن وبيحصل فيه أنه بيتكون أجسام مضادة ضد خلايا البنكرياس اللي بتفرض الإنسولين وبالتالي الناس ذو لا عندهمش إنسولين فهو بينفع أكتر للأطفال أو الناس اللي بتعاني السكر من النوع الأول اللي هما عندهم نقص الإنسولين لأنه الكبار إحنا ممكن بنعالجهم عن طريق الإقراس في حالات كتير وبعض الأحيان يمكن أن نكون بنحتاج الإنسولين لكن في الصغيرين إحنا ما بنحتاجش أي دواء غير الإنسولين الإنسولين بس هو اللي إحنا بنقدر ندخله والحقيقة إن التكنولوجيا الحديثة بتعامل مع هذه الحالات بأكتر من طريقة يعني موضوع البنكرياس الاصطناعي هو جزء من وسائل علاجية الظحد دلوقتي بيتم فعلا اختبارها عشان يقدر يديها للمريض أو يعالج بها المرضى لكن كمان في علاجات مناعية دلوقتي كمان بيتم دراستها علشان نقدر فعلا أنه أول ما يصاب الطفل بارتفاع في النسبة السكر وتبدأ عنده حالة السكر نقدر فعلا نديره أدوية تقلل من ضمور أو ضعف خلايا البنكرياس اللي بتنتج الإنسولين وبالتالي نقدر نحميه من السكر أو مضاعفاته على المدى الطويل وكمان نقدر كمان الناس اللي عندهم استعداد لن يجي لهم سكر أن احنا نجي لهم هذه الآلاجات المناعية فنقوم نمنح دوس السكر عندهم عظيم جدا 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 أنا بشكرك جدا دكتور كل الشكر ليك دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة والمناعة بجامعة عين شمس إذن لازال الأمل موجود بل بالعكس العلم قاعد عمال بيتطور علشان نقدر نحمي يمكن أكتر حاجة ركز عليها الدكتور أشرف وهم الأطفال الصغيرين طعيم تعال نروح لحاجة تانية انت عارف انه مصر دي عبارة عن كنز ضخم جدا 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 مش بس من عقولها ولا بس من مورثها الثقافي لكن هي كنز ضخمة فعلا 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 من الحضارة وبالتالي هذا الكنز الحضاري الضخم غير المسبوق غير المتكرر حلو مش هينفع يتكرر يعني هتكرروا ازاي هتعمل كرة أرضية جديدة فيها حضارات جديدة استحالة يصبح عندك أيضا كنوز من المقتنيات فتجد انه مثلا في متحف اسكندرية القومي بتتعارض مجموعة من المقتنيات هي لأول مرة تبقى في مجموعة المعروضات داخل هذا المتحف الدكتور أشرف القاضي مدير عام متحف اسكندرية أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا فندم أنا سأله بحضرتك إزاي الصحة كله تمام الحمد لله رب العمين أنا سأله طبعا يدخل بحضرتك بحضرتك على الكنات يا فندم دا احنا بنشكرك على المكالمة المقتنيات الجديدة اللي موجودة أو اللي بتعرض عندنا الأول مرة في المتحف طبيعتها إيه وفي نفس الوقت برضو أعرفنا أكتر على المتحف طيب أنا بس حاجب قبل ما يعني أردت على حضرتك على السؤال أعود أتكلم في حضرتها مهمة جدا وهي خاصة بدون المتحف عموما لأن احنا في القطرة أو متعودين على أن المتحف هو مكان لعرض القطار فقط لكن الحقيقة أن المتحف دور في خلاف كتير جدا في المطالات الأخيرة وأن المتحف هو رفقا للتعريف اللي موجود حاليا هو مؤسسة ثقافية للتواصل المهتمة من هذا المنطلق بقينا نشوف المتحف أقصام كتيرة جدا مثل قسم التعليمي قسم دولي حقيقات الخاصة قسم المعارض اللي احنا في صدق المهاردة كل الأقصام دي دورها أن احنا نتواصل مع المجتمع ونربط المجتمع بالمتحف حاجب ده سأوضح ده قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك طبعا احنا نحن نحن نعمل معرض مؤقت ودور قسم المعارض عموما في الأساس أن نحن في كل فترة نحاول أن نعرض أثار لم يتم معرضها قبل ذلك أو أن نحن نركز على حاجة مؤينة للعرض المتحفي بحيث أن نتواصل المتحف وتخلب للزائر اللي بيزور المتحف عموما أنه هو يشوف طريقة عرض تامي أكلم حضرتك على المعرض احنا الحقيقة من المعارض السويدي لما جاء في من حوالي تات أربعة سنين في سكندرية عثر على خبيئة موجودة لشخص اسمه ده كان الكنسول العام للسويد في فترة تلسينات من تتاعة تلسينات من تتاعة تلسينات لخمسة وردين أهدوها للمتحف احنا قررنا أن نعرض هذه المقتنيات في صورة معرض بتعاوه مع معركز الأناليوني اللي خادت مقر المعهد السويدي وبقت موجودة في هذا المكان في هذا الوقت المعرض كان راجل كونسول السويدي في فترة من تسعة تلسينات لخمسة وردين كان مهتم جداً بالاسكندرية وكان ليه اهتمامات بالأثار وكان هو قلب الجمعية الأثار في اسكندرية فمقتنيات عبارة عن عن مجموعة من سلتاشر قطعة أثارية بتنعرض للمقتنات الشخصية ليه لم يتم عرضها قبل ذلك اه لم يتم عرضها قبل ذلك احنا قررنا أن احنا نعرضها في صورة معرض الأقض في مدحف الاسكندرية الخوض حلو جداً طب المقتنات دي دكتور بيتم شرحها للزوار يعني أنا بشرح للزوار مين هو كارل فون جاربر أنا بشرح للزوار ايه طبيعة المقتنات بشرح للزوار سبب وجوده في مصر كقنسل عامل السويد في جمهورية مصر العربية وتحديداً في مدينة الأسكندرية ايه لأخيره بنشرح ده اه طبعاً احنا بنتعامل مع المعرض الموقت كأن جزء من المدحف بيتم الشرحة فيه بكل قطعة موجودة هم بسلتاشر قطعة بوجودين بيتم الشرحة كل قطعة وإيه عبارة عن ديه وبنتكلم على طريق شقيقاً وعلى فكرة احنا النهاردة حتى في المعرض وإحنا بنتفع وعملنا محاضرة ببسطة الأناليين اتكلمنا عن هذه الموقتنيات ودور الراجل على مدار خمسين سنة وحب وعشف الاسكندرية وإزاي اندمج المجتمع السكندري وإزاي حب اسكندرية للدرجة العاشية عظيم جداً جداً انا مشكرك جداً يا دكتور كل شكر ليك دكتور أشرف القاضي مدير عام متحف الاسكندرية خلي بالك انه اسكندرية دي بالذات بلد فعلاً ومدينة شديدة الأهمية تحديداً في تاريخك الثقافي مش بس الحديث حتى والقديم من أيام ما كنتي مكتبة اسكندرية القديمة جداً والفلسفة اللي كانوا بيعقدوا ندواتهم ومحاوراتهم فيها وحتى وثائقها الثمينة لدرجة مخيفة لا تقدر من سمن وبعضها بالمناسبة لذال موجود عندنا في مكتبة اسكندرية الحديثة اللي موجودة عندنا دلوقتي المقتنيات اللي موجودة في المتحف المقتنيات اللي موجودة في أسر الجوهرة اسكندرية لفترة طويلة جداً لم تكن قصيرة على الإطلاق هي عاصمة الثقافة العالمية في العالم القديم هي قبلة المثقفين وقبلة المتعلمين اسكندرية أو مكتبة اسكندرية القديمة بتاعت تاني بتاعت زمان خالص بتعتبر في رأي بعض الباحثين هي أول جمعة حقيقية وجدت على سطح الأرض قبل أي جمعة قبل أقدم جمعة ناطقة بالإنجليزية زي أكسفرد قبل أقدم جمعة مدنية بشكل عام اللي موجودة في لشبونة في البرتغال إلى آخره أنت بتتكلم على بلد في يوم من الأيام هذا اليوم كان تقريبا من أكتر من ألف من أكتر من ألفين سنة بكتير حوالي ألفين وخمسمائة سنة كان فيها أقدم جمعة في العالم أنت قادر تستوعب أهمية الموروس الثقافي بتاع اسكندرية إيه؟ اسكندرية دي لوحدها مش بقى مصر اسكندرية لوحدها تفصل دول فما بالك بمصر تعال نروح لتقرير حول عقد وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكلاني النهاردة مؤتمر صحفي للكشف عن التفاصيل الكاملة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عشرين ثلاثة وعشرين في دورته معه الخمسين طبعا زي ما أنتوا عارفين شخصية العام هي صلاح جهين زي ما كنا بنتناقش مبارح ووضحت وزيرة الثقافة أن البرنامج الثقافي بتاع المعرض السنة دي هيبقى فيه حوالي خمسمائة فاعلية ثقافية متنوعة وترسيخ للهوية الثقافية المصرية عندي دي نقطة من أول السطر أهم حاجة عندي أسيبكم مع التقرير ثم فاصل ونبدأ فقرتنا مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة استنون تحرس مصر دائما بتوجيه ودعم وإصرار من قيادتها السياسية تحت قيادة سيادة الرئيس عمد الفتاح السيسي على أن يظل معرض قاهرة دولي للكتاب نافذة مصر الثقافية على العالم وبابا لثقافة العالم إلى مصر تلاتة وخمسين دورة مضت ونجحت وتركت بصمات مضيئة بجهد مدني وإبداع فائق وبذل بزل حقيقي لكل من شارك في الإعداد لها من قادة مسؤولي وزارة ثقافة المصرية وهيئة الكتاب السابقين نلتقي عبر بوابة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا المحفل الثقافي والأدبي الحاضنة النوعية والوعاء الفكري الذي يعرض للإنتاج الأدبي والثقافي العربي وهو ما ليس بغريب على مصر نرى اليوم مصر أيضا تهتم بالثقافة موازية لاهتمامها بكل قطاعات الأخرى وهذا يجسد القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يرعى هذا المعرض الدولي للكتاب الحقيقة معرض قاهرة الدولي وأنا بعشر من سنوات طويلة وباسم جمالاء النشرين هو أيكونة وضرة المعارض العربية والأجنبية يظل معرض قاهرة الدولي هو الأيكونة وهو الدرة لأن سبب بسيط قوي أن كل صناع الكتاب في العالم العربي وفي الدول الأجنبية وبالذات في العالم العربي يكونوا موجودين في معرض قاهرة سواء كان كتاب أو مفكرين أو مبدعين أو ناشرين أو مفننين أو مصممين أو أصحاب مطابع كل بيكون موجود في معرض قاهرة الدولي حتى لو كان ليس لديهم أجنحة في معرض قاهرة الدولي دي الميزة الأساسية لمعرض قاهرة الدولي تم استيعاب كل الطلبات التي تقدمت للمعرض من الناشرين المصريين أو العرب أو الأجنب حتى الناشرين اللي هو لم ينطبق عليهم القراسة لموصفات اللي هو أو الشروط اللي موجودة في القراسة اللي هو الناشرين الجدد اللي ماكملش عدد خمسين إصدار قمنا في الاتحاب يعني تخصيص مساحة بالاتفاق مع وزارة الثقافة أو هيئة الكتاب تم استيعاب فيها كل الناشرين الجدد وحيديرها الاتحاب المشاركة مع هؤلاء الناشرين الجدد في مبادرة لأول مرة أنها تحصل سنة جي الحمد لله إحنا قدرنا أن نطور بعض الخدمات الخاصة بالناشرين زي خدمة الدفع الإلكتروني قدرنا أن نعمل تطبيق خاص للهيئة يبقى متاح على المتجر الإلكتروني للأندرايد والأبل والهواوي بحيث أنهما الزائر يستفيد بالخدمات عن طريق الموبايل بتاعه ويحكز التذاكر عن طريق الموبايل بتاعه كمان أتحنا بعض الإصدارات لمكتبة الأسرة على هيئة بديئفات بحيث أنه ممكن القارئ يعملها تحميل ويقراها ودي مجانا من الهيئة يعني هذه الدورة مرتكزة على الهوية والحضارة المصرية على دعم الوعي على تحصين الأفكار من خلال كل البرامج التي ستقدم خلال المعرض إن شاء الله بالتأكيد لدينا 1047 ناشر في كل هذه الظروف هذا أمر لابد أن يدعو إلى الاعتزاز بهذا الأمر كذلك 53 دولة مشاركة من مختلف دول العالم يقال إن في نبي ندفن بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو النبي الذي يدفن بعد محمد صلى الله عليه وسلم حكم التيمم في وجود الماء لأن أنا سمعت في حديث إذا وجد الماء بوتل التيمم كان في أحد من الصحابة رضي الله عنهم لما رسوله السلام قال له أنت مجيتش صلاة الفجر ليه فكان أقيله أن الجو ساعة قال له فتيمم يا عمر فإيه الحكم بين قول رسول صلى الله عليه وسلم ومن الحديث عندنا مذاب أربعة اللي هو أبو حنيفة ومالك والشفعي والحنبالي هل ما فيش يعني من ساعتهم من أيامهم من ألف سنة أو أكتر ما فيش ولا خامس ولا ساعت السابع يعني هو الفكر بتاعنا أقف على كده مع اختلاف الحياة وتطور والتكنولوجي والفكر أنا مش منتظم في الصلاة ولما بنتظم ببقى منتظم فترة كبيرة بس الفكرة لما أنا مثلا باجي يعني يكون عندي مثلا امتحانات أو عندي مشوار عندي حاجة فبقطع وبنسى ممكن ما كملهاش أنا عندي مثلا سؤالين أول سؤال يعني أنا مثلا لو جمعت السلاة في آخر اليوم هل ده شيء يعني عادي صحيح السلاة تتحسيبلي ولا لو أنا أصلا ما سلطاش وبدأت من أول وجديد طب وهل أنا لو بدأت من أول وجديد وبرده قطعت تاني ربنا يعي سامحني في حاجة زي كده السؤال اللي عندي صراحة سعب بسأل فيه ناس كتير وبطلق بقى يعني حوار الشراب كنت أسمع ساعته أنه لازم يكون سميك أو حاجة لازم يكون معدي العظمة اللي هي عند الكعب بالضبط جده فده لازم ولا لازم أعلى على الشراب سمعت الناس تقول لي لا مش لازم تقلعه ونس تقول لي لا صلي بيه عادي فأنا الحتة دي بطلقات فيها صراحة أهلا 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 بحضرتكم مرة تانية ولقاءنا الأسبوع الرائع والجميل والمحبب إلى النفس والعقل والروح كلهم مع بعض مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وأستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزر أولا منورنا مولانا نور الله لنا ولكم وللمحبين والمخلصين اللهم أمين اتفقنا أنا ومولانا بالتعبير العامي في بق واحد سؤال المذاهب ده أهم وأحلى سؤال وعزين نبدأ به هذا الرجل المواطن المحترم الفاضل قال سؤال جميل قال احنا نعرف المذاهب الأربعة هل معقول أنه بعد الأئمة الأربعة ما فيش أي مذاهب تانية وليه ما فيش مذاهب تانية سؤال حلو وزكي وفلسفي وعميق يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن ولا واتبعه دا وبعا أولا أستحضر مقولة الإمام الراحل سيدنا الشيخ محمود شلتوت رحمه الله عز وجل قال ما كانت شريعة الله تعالى بتابعة لمذهب ولا محصورة في مذهب ولا مقصورة على مذهب فللمسلمي العمي أن يقلد أيًا كان من هذه المذهب الله كلام دا نشر في مجلة الرسالة زمان نحن المسلمين نتعبد في الأصل بدين وليس بمذهب في الدين لكن هذه المذاهب مع احترامنا لأمتها وتقديرنا هي رؤى اجتهادية وبدأ زي بدأ كل المشاهد الكريم لا هي المذاهب الإسلامية لم تحصر في الأربعة المدبوعين رضي الله عنهم أجمعين ولكن عندنا المذهب السني هو خمسة مش أربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمل بن حنبل وابن حزم الظاهري نأتي إلى المذهب الشيعي لشأننا لنا لا بالعقائد ولا بالسياسة ولا بالكلام دا خلاف الفقه فعندنا الشيعة الجعفرية اللهم أيضا الإمامية الإثنى عشرية خلاف الفقه وعندنا الشيعة الزيدية اللي هو في اليمن وعندنا الشيعة الإسماعيلية دول ثلاثة رئيسية الآن يتبعون المذهب الشيعي في مذهب مستقل في سلطنة عمان وبعض قرى بسيطة في الجزائر وتونس اسمه المذهب الإباضي ومولانا كان يدرس هذا في سلطنة عمان المذهب الإباضي المذهب الرسمي لسلطنة عمان لكن الحقيقة أو حي سلطنة عمان عندها التنوع الفكري وليس التعصب المذهب هذه المذاهب يا سيدي هي رؤى اكتهادي فيها الصواب والخطأ لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله لم يتعمد أحد من نائمة العلم أن يخطئ في دين الله عز وجل لكن الإسلام ضد التقليد وضد التجميد الإسلام بإعمال العقل في النص قال الله تعالى في سورة النساء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم يعني العلماء في هذا الموضع لعالمه الذين يستنبطونه منه وكانت اجتهادات الصحابة مقبولة وللمسلم أن يأخذ بأي اجتهاد فعلى كل حال في مذاهب أخرى يعني الأوزاع في الشام في مذهب أبو ثور في مذهب الفقيه المصري الرائع الليث بن سعد الله يفتع عليك رضي الله عنه وأرضاه ففي مذاهب والطبري لكن في مذاهب ده صارت اللي أذكرتها الأوزاعي وأبو ثور وليس ابن سعد لكن المذاهب الأخرى هي تكاد تكون الغالبة وليس شرطا أن يتمذهب الإنسان بمذهب معين حلو الكلام ده جدا طيب أبدأ أستكمل فيه الأسئلة حد سأل سؤال بيقول سمعنا أن هناك نبيا دفن بعض الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أومار أسمع الكلام لا لا كلام ما حصلش ده مش سليم لا أصل الرسول عليه الصلاة والسلام بنص القرآن الكريم وخاتم النبيين خاتم طبعا وخال صلى الله عليه وسلم لا نبيا بعدي فجنابك هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر وخاتم الأنبياء والرسل عليه وسلم ده مثلا أنه ممكن يكون الوحي نزل على حد من الأنبياء أو حد يعني من البشر نبيا قبل الرسول إلا أنه استمر في الحياة لما بعد الرسول لا 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 هذا كلام لا يثبت ولا يفتح فيه البان إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر وهو بيثني على سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه لا نبي بينهما يعني ولأن سيدنا المسيح كما حقى القرآن الكريم طبعا دي العقيدة الإسلامية في سورة الصف في الآية السادسة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يبقى النص هذا واضح جدا أنه ما فيش رسول لأن سيدنا المسيح بشر رسول بس ممكن يبقى فيه أنبياء في النص لا 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 طب اللي في النص نقدر نقولي الصالحين يأه ممكن أصالحين أولياء رسل يعني مثلا في سورة ياسين كان فيه رسل بس على الديانة المسيحية قطبها لك أصحاب القرية ممت مثلا صح إنما حضرتك أن يأتي بشريعة مستقلة لا الشرائع السماوية الثلاث الكبرى معروفة اليهودية والمسيحية والإسلام بس ممكن النبي يأتي مش بشريعة جديدة حتى في أيام البداية أو من بعد الوحية على سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى أنزل الوحية على أنبياء كثير على بني إسرائيل بس ما جوش بشريعة جديدة كانوا لتصحيح المسارات كل الله ما تخلي بالك من حاجة النبي قد يوحى إليه أي نبي لكن ليس مكلفا بأن يبلغ ما أوحي إليه لكن الرسول أي رسول مكلف بأن يبلغ ما أوحي إليه طبعا النبي محمد والسلام جمع بين الاثنين يعني بين النبوة والرسالة إذن قبله سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام إنما ما بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد لا لا يوجد لا أنبياء ولا يوجد رسل ماشي هنروح لفاصل نرجع بعض الفاصل نكمل كلامنا وأسئلة الجمهور والمشاهدين مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بعد إذنكم استنونا أهلا 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 بحضراتكم وهنا أروح بصورة على سؤال من الأسئلة الموجهة لمولانا إذا حضر الماء بطل التيمم طب لو كان الماء شديد البرودة سقيع قارس أعمل إيه هو أولا لهذه حكمة وليست حديثا حلو أوي التلاب يعني لا بأس إن إذا الماء وجد التيمم يبطل بطبيعة الحال هو كان يضرب لمسألة لو أن إنسان أراد أن يتيمم لفقد الماء ثم وجد الماء خلاص طالما وجد الماء لبقى لا داعي للتيمم لأن التيمم لا يكون إلا عنده فقد الماء أو فقد القدرة على استعمال الماء هي الحكمة أصلها أنه إذا وجد الأصل خلاص بطلة البدائي البدائي الله يفتع عليك ما شاء الله عليك ربنا خليك ربنا أما بالنسبة إذا كان الماء وشريد البرود ده يتصور الآن في البوادي في الصحراء في كذا على كل حالة وده حصل في عصر النبوة صلى الله على سيدنا محمد أن أحد الناس لحياء في العلم احتلم في ليلة شاتية باردة وبعدين يعني جاء الأذان الفجر عاوز يصلي بالضبط أريد أن يصلي فأتيمم وبعدين حكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أرونه أنه فلان كان مأملا لنا وكان متيمما فالرسول استدعاه صلى الله عليه وسلم يريد أن يختبر يعني ما كان تمكنه الفقهي أو العلمي قال ما حملك على التيمم وتأم أصحابك فقال كذا هو على طول استشهد بالقرآن الكريم قال قال الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ده نوع من أنواع السنة اللي هو الإقرار فهنا بنقول لو أن إنسانا في ليلة شاتية باردة كان لا يوجد عنده سخن ماء أو لو يوجد عنده موقع يسخن عليه الماء حيتصور هذا في يمكن معسكرات الجيش ومعسكرات الشرطة بيمكن بيأسن فأحد المجندين ربنا يبارك فيهم وفي جهادهم احتاج إلى أن يختسل ولم يجد ماء ساخنا بطبيعة الحالة وأن يتيم ماشي ضيب الانتظام في الصلاة يعني أخونا اللي سأل هو واضح جدا أنه هو طالب فقال أنا رجل منتظم في الصلاة لكن ساعات بيبقى بسبب الامتحانات ساعات بتقطع ساعات بنسى إلى آخره بس أنا كده كده بروح رجع تاني للصلاة تاني بشكل منتظم أنا كده علي حرمانية هو حتى سأل سؤاله يا ترى ربنا يا سامحني أنا لو سامح لي مولانا يعني حتى ما نعرفش ربنا بيسمح منه أحسن أحسن أمر غيبي طبعا بالنسبة أولا الصلاة شوف عبادة دائمة متجددة قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع بحال من الأحوال لكن ماذا نقول بقى نقول أن لو أن إنسان عنده عذر كالطالب هل تسخط الصلاة؟ لا هل يقطع الصلاة؟ لا إنما يعمل يجمع يعني مثلا يصلي الظهر أربع ركعات وبعده العصر أربع ركعات بالليل يصلي المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات يجوز له أن يجمع بين الصلوات زوات الوقت المشترك لكن أن ينقطع بالكلية لا خطورة طيب ينفع يجمع آخر اليوم لو تعذر عنه لو تعذر يجمع آخر اليوم لا بأس إنما انقطع الصلاة أو لقدر الله تركها يعني نقرأ مثلا في الصورة المدثر ما سلككم في صخر قالوا لم نكن من المسلي برضو الرسالة صلى الله عليه وسلم ما جايد دميزان متى تحكم على المجتمع بأنه مسلم أو غير مسلم هو بحاجة واحدة بالصلاة ليست بالظواهر وليست بالخلافات الموجودة ما بين المزاهب لا يعني لا باللحية ولا بالثوب ولا بكذا هي كلمة واحدة الصلاة ولذلك الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم متكلم يعني عن سيئة أمراء ظلمة في وقت من الأوقات فبيقولونه يا رسول الله أنا نخرج عليهم يعني نحمل عليهم والسلاح قال لا ما أقام فيكم الصلاة ولذلك بفضل من الله ونعمة إحنا في مصر مصر بلد إسلام طبعا مع حقوق إخواتنا أهل الكتاب طبعا ليه بلد إسلام لأنك النهاردة في الإعلام الإذاعة التلفزيون يزاعي الآذان في الصلوات الخمس المحق بيمنعك من الصلاة المساجد مفتوحة لاستقبال المصلين أئمة المساجد يخطبون الجمع والمناسبات والأعياد طالما شعيرة الصلاة موجودة إذن المجتمع مسلم لا ياتي بقى متطرف مدفوع أو متحامل أو جاهل إذا كان سلفي جهادي ولا كان داعش ولا كان شيع متطرف وبعدين يحكم على المجتمع لا لا يحكم عليه بالكف ويجو بقى أول تأول غلط ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون أولئك هم الفصخون هذه الآيات الثلاثة في صورة المائدة ليست على أهل القبلة بإجماع المفسرين والمحدسين ودي الشبهة اللي استند إليها التكفريون سواء التكفر والهجرة جماعة الإخوان الدواعش استدلال خاطئ ونقول بفضل الله مصر بلد متدين لا ينزع عنه الإسلام لا من قريب ولا من بعيد ولله المنة والفضل ومن سمى فإن أهلها ونظامها لهم العصمة يعني حقن وحفظ الدماء والأموال والأعراض الله 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 صدقتها مولانا وأفدتك كما جرت العادة بارك الله أشكرك نورتنا وشرفتنا كما جرت العادة مولانا كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ولا يذهب كل التكفرين للحقيق الجحيم وأولهم الإخوان ربنا ياخدهم جميعا يلا سبها على الله والله يطلع دعاء مستجفل للمفترجة ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي ورقم عشرة وطبعا كريم أكيد النهاردة مبسوط جدا بالماش ماشي عام كريم بس إن شاء الله إن شاء الله ربنا هياخد بأيدينا أما بعد كده فإن شاء الله الكلام لم ينقطع لو كلنا العمر فبإذن الله نقابلكم بكرة فنفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات